ورشة عمل العودة الآمنة للاجئين السوريين شهدت حضورا مميزا من قبل نخب فكرية وأكاديمية الذين تفعلوا بمشاركتهم بأوراق العمل والمناقشات المثرية التي بحثت سبول وحلول واقعية لما يواجهه اللاجئون من تحديات وصعوبات نزيدا من التفاصيل في سياق التقرير التالي التهجير والنزوح والتشرد ملامح المعاناة الإنسانية التي واجهت الشعب السوري منذ بدء الصراع الأهلي المسلح والذي تسبب بنزوح الملايين منهم إلى دول الجوار العربي هربا من ظروف إنسانية صعبة جدا أكد المشاركون في ورشة العودة الآمنة للاجئين السوريين صعوبة عودتهم للعيش فيها بأمن وأمان شرف لي أن أتواجد هنا في البحرين لمناقشة قضية مهمة ليس فقط بالنسبة لسوريا بل للمنطقة والنظام الدولي موقف المملكة المتحدة واضح جدا نريد أن نرى اللاجئين السوريين يعودون إلى ديارهم وهو حق من حقوقهم ولكن العودة يجب أن تكون آمنة وطوعية الأمم المتحدة تؤكد أن العودة في الوقت الحالي ليست آمنة بالنسبة للسوريين ونحن نتفق مع هذا التقييم هذه الورشة اليوم لنظمة مركز دراسات ببالغ الأهمية خاصة أن الأزمة السورية تطول نحن ندخل الآن السنة التاسع عن الأزمة السورية وهناك أعداد كبيرة من اللاجئين خاصة في الدول المجاورة لسوريا في لبنان في تركيا في الأردن وينبغي نقاش عملية وضع حل دائم ومستدام للقضية السورية حتى يعود هؤلاء الناس إلى موطنهم حجم المعاناة في الداخل السوري للنازحين ومعاناة اللاجئين في دول الجوار أكبر بكثير مما طفى على سطح الأخبار والمعلومات المتداولة حول هذه الأزمة الإنسانية الصعبة وهو ما شرحته أوراق العمل المشاركة في هذه الورشة بالتفصيل نحن أكيد من أيد القرار 2254 أنه لازم يكون الوقت مناسب لعودة اللاجئين السوريين على بلدهم بس أكيد بما أنه هلأ ما في حل وما في عودة قريبة لازم أكيد المجتمع الدولي عامة يشتغل على مساعدة اللاجئين تراكم الأزمة بعد تسع سنوات من اندلاعها فاقم حجم المعاناة وما سيؤول إليه مستقبل هذه العائلات حل عدم عودتها إلى موطنها أو توفير الخدمات الأساسية لها وهو ما يصعب تخيله لأجيال قادمة فقدت أبسط مقاومات الحياة اللاجئون السوريون عنوان للمعاناة ومرآة للاحتدام الأمني والسياسي والاقتصادي شرد ونزح بسببه الملايين الذين كان موضع عودتهم الآمنة إلى سوريا موضع دراسة ومباحثة هنا في مركز دراسات في هذه الورشة التي حضرها نخب فكرية وأكاديمية مختصة من مختلف دول العالم يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين